ما أروع الهاتف الجديد إنه حقاً ما أريد لما أستطع الوصول إليه سأحاول مجدداً لأحصل عليه أخيراً استطعت الوصول لا تزعجني أيها الغول لقد أوقعني بالكرسي لن تأخذ هذا يا صبي سأعيد الهاتف للمكان ويربط على الغول الآن أريد الهاتف النقال سأحضره لك في الحال كان هذا رائعاً سأغادر المكان مسرعاً لدي حل ذكي سأضع اللون الأحمر على يدي أبي أنا مجروح أوه لنضع لاصق الجروح أريد الهاتف من فضلك سأحضره لأجلك من المتجر خرجنا وإلى البيت ذهبنا لن أتركه بحوزتك حتى تشفى إصابتك أرغب بالحصول عليه وأخذته من يديه خدعتني ولم تكن نصاب أنت تستحق العقاب إلى غرفتي ذهبت مرحباً لقد وصلت سأنظف المكان قبل العرض لقد وقعت على الأرض صار نظيفاً للغاية هيا لنشاهد من البداية الآن سأجلس أنا والدبتوب ونتناول بالفشار والمشروب نستمتع بوقتنا نحن الإثنان لقد أفسدوا المكان ما تلك التصرفات؟ عليكم استخدام سلة المهملات توقفي عن إزعاجنا سنفعل ما يحل لنا أنت تحجبين الرؤية الآن يجب تنظيف المكان أفسدتم الأرضية يا أولاد هيا عليك الإبتعاد كيف أحل تلك المشكلة؟ خطرت لي فكرة مذهلة بقوة شفط الهواء سأنظف بسرعة في كل الأرجاء سأرفع طاقة الآلة الآن وأزيد سرعة الدوران صديقي أين ذهب؟ لقد اختطفه الشرير ووضعه في الكيس الكبير توقف عليك الانتبار لا أجد صديقي في الجوار إنه موجود بالأعلى يا سخيف الآن عليكم التنظيف الآن علينا الفرار أمسكتكما يا صغار لدي جون شديد ليس ما أريد سأقوم بالذهاب وأتمتع بالألعاب طرف الطعام ساعدني لأطعم الغلام يلعب دائماً ديناسوري قادماً سأقضي عليك هات ما لديك سأدفعه للرحيل آه لكنه ثقيل بركلة القدم البطل هزم معركة ممتعة حقاً لدي خطة رائعة بوجبة الخضار يمكنه الانتصار الطعام الصحي جعله قوي حملته بهمة حتى القمة كان هزم ممتعاً وآتى الجرو مسرعاً جرو كبير سأكل كثير بقوة المهولة هزمته بسهولة بعد هزيمتك سأدغضغ معدتك ولجعل قوتي تزيد سأكل المزيد سأكله أنا نجح عمالنا بالمدلك أستعين لفرد العجين آه إنه جميل سأجرب القليل بالعجين التصاق وللأرض انزلاق انتظر يا صغير لم يبق الكثير آه دخل الأسد المغارة وبنا ساقية دوارة آه ألوان هزهية والمياه آتية انتهينا من الساقية الخطوة التالية فوق النار جففت الثمار في الآلة وضعتهم ليتم طحنهم صنعنا ألواناً كثيرة وأضفت قطعاً صغيرة سأكل بعضها آه لفني الغول بها بسرعة حملني وفي الفرن وضعني يا ويلي اشترق بلدي وضعتها في المياه لننهي ما بدأناه همم أسترق للزرعة سأبردها بالهواء لنأكلها بهناء أه؟ واجبة ممتعة بالفواكه الرائعة تأعود لبنت الحمام لكن صار حطام تحطم بيتها علينا مساعدتها بدأت العمل والبيت بتمال لقد انتهيت وأصلحت البيت فاز الأسد بالتأكيد تفضلي البيت الجديد والآن انتهى بيت الطيور فلنصلح هذا الصور انتهيت بسرعة في غاية الروعة ليس هذا جيداً اخفقت مجدداً استراحة قصيرة على الأرض وقعت لكني شبعت يمكنني إصلاحها سأقوم بإلصاقها ليست جيدة سأصنع واحدة سأشتريها في الحال إنه محتال معلم الدب هناك خاطر وصلت طلبية وانكشفت خدار لقد أخفقت مضخة نفط قوية هناك هزة أرضية انهار الموقع بالأكمل وخرج النفط من الأسفل أوه لنحل الأعطال سنبدأ في الحال جهزنا المعدات سنبدأ في لحظات حفرنا الأنفاق لنصل للأعماق أوه رجل صخري عجيب يحاول وقف التسريب لنحرك تلك الصخرة هاي لقد سددنا الحفرة بدأ الضغط يزيد وخرج النفط من جديد لم ينتهي الأمر أوه كسرت آلة الحافر سأقوم بالإصلاحات باستخدام الماسات هاي إنها تعمل مجددا يبدو هذا جيدا ندور وندور ونحفر بين الصخور آه خرجنا من الورطة سوف أنهي الخطة ضربت بقوتي كلها فسقطت الصخور بعدها حلة المشكلة كانت خطة مذهلة ألعب بالفاكهة كلها والآن سأقوم بخلطها سنعطى من العصير جرعة واو يا للراوعة لنخلط تلك الأشياء بعيها في الوعاء نضع من الصود القليل ونبدأ التشغيل كان هذا سهل علي يا لك من ذكي تلك السكريات الضربنا هيا نذهب من هنا غادرت أسنان كما كانها لا أظنني أحتاجها سيكون طعم الشوكولاتة ممتاز آه سقطت ودمر الجهاز فلتركوا للبيتزا الآن آه لأكل أحتاجني أثنان لا يمكنني الأكل دونكم لدي فكرة لإقناعكم بحركاتي أغضهم ولحقوني كلهم انزلاق سريع ونظفنا الجميع لقد قام بتنظيمنا سوف نعود قليل الآن يمكنك الأكل اشترينا أزياؤك المحبوبة ليست تلك المقلوبة من النافذة ألقيتها وأمسكتها الطيوب بعدها من السماء ألقوا الأزياء أريد فستانا جديدا يا لحب العميد في بيت الأسرة ألقيت نظرة تلك الفتاة مدللة عاصفة هائلة قام الضيوف بالوصول ولم يستطيع النزول المكان كله مبتل لكن لدي الحل العربة اليدوية ستكون فكرة ذكية خطة لطيفة لنبقي الأزياء نظيفة وداعني يا أصدقاء سأبقى في الفناء علينا مساعدتها سأقوم بإحبارها فلتدخل الآن لقد اتسخ المكان ليست أحبيتي جيدة إليك واحدة يبدو مظهرك لطيف كان سخط سخيف وقت الأكل حان فلنعده الآن أنهينا العمل والفطور اقتمال أحب الحضوب وجودك غير مرغوب لنأكل طعامنا ماذا حدثهم؟ عليكم التنظيف يبدو هذا سخيف أعرف ماذا نفعل سنخفيها في الأسفل طعام غزير سأكل الكثير حول الفتاة تجمعت الحشرات آه هزة كبيرة هناك حشرات كثيرة عددهم كبير آه يبدو هذا خطير عليكم الإبتعاد لقد أخذوا البراد بالمبيد سأقتلهم آه لا يفلح معهم أعدادهم هائلة سأحل المشكلة بالمكنسة سريعا سحبتهم جميعا أحسنت يا غلام لنعود للطعام سقطت قطعة سأنظفها بسرعة